Diagnosis of Chronic Myeloid Leukemia تشخيص سرطان الدم النقوي المزمن Diagnosis of CML يستخدم الأطباء العديد من الاختبارات للعثور على سرطان الدم وتشخيصه كما يقومون بإجراء اختبارات لمعرفة المزيد عن مدى انتشار المرض عوامل يجب أخذها في الاعتبار لتحديد عمل اختبار تشخيصي معين العلامات والأعراض نوع سرطان الدم المشتبه به العمر والصحة العامة ونتائج الفحوصات الطبية يتم تشخيص سرطان الدم المزمن عن طريق خزعة نخاع العظم تحاليل الدم الفحوصات الخلوية الوراثية خزعة نخاع العظم بالنسبة لمعظم أنواع السرطان تعد الخزعة هي الطريقة المؤكدة الوحيدة للطبيب لمعرفة ما إذا كانت منطقة من الجسم مصابة بالسرطان أم لا شفط اسبيريشن نخاع العظم والخزعة هذان الإجراءان متشابهان وغالباً ما يتم إجراؤهما في نفس الوقت لفحص نخاع العظم يحتوي نخاع العظم على جزء صلب وسائل يستخدم شفط نخاع العظم إبرة لإزالة عينة من السائل الذي يحتوي على خلايا نخاع العظم أما بالنسبة لخزعة نخاع العظم فهي إزالة كمية صغيرة من الأنسجة الصلبة باستخدام إبرة ثم يقوم أخصائي علم الأمراض بتحليل العينة تحاليل الدم يتم التشخيص بمرض سرطان الدم النخاعي المزمن من خلال اختبار دم يسمى تعداد الدم الكامل CBC يحسب CBC عدد الأنواع المختلفة من الخلايا في الدم الأشخاص المصابون بسرطان الدم النقوي المزمن لديهم مستويات عالية من خلايا الدم البيضاء عندما يكون سرطان الدم النقوي المزمن أكثر تقدماً قد يكون هناك أيضاً مستويات منخفضة من خلايا الدم الحمراء تسمى فقر الدم أو أعداداً كبيرة أو منخفضة من الصفائح الدموية الفحوصات الخلوية الوراثية علم الوراثة الخلوي هو نوع من الاختبارات الجينية يستخدم لتحليل كروموسومات الخلية ينظر في عدد وحجم وشكل وترتيب الكروموسومات يعاني الأشخاص المصابون بسرطان الدم النقوي المزمن من طفرة جينية أو تغير في خلايا نخاع العظم يطلق عليه نقل تتم عملية النقل عندما ينفصل جزء من سلسلة طويلة من الجينات تسمى كروموسوم ويعيد ربطه بصبغ آخر فينفصل جزء من الكروموسوم 9 ويرتبط بقسم من الكروموسوم 22 مكوناً كروموسوم فلاديلفيا يتكون الكروموسوم PH من جينين يسميان BCR وABL يتحدان معاً في جين اندماج واحد يسمى BCR-ABL يوجد فقط في خلايا تكوين الدم وليس في أعضاء الجسم الأخرى يتسبب الجين BCR-ABL في عمل الخلايا النخاعية على إنتاج إنزيم نشط بشكل غير طبيعي يسمى هذا الإنزيم بروتين الاندماج تيروسين كاينيز انزايم ويسمح لخلايا الدم البيضاء بالنمو خارج نطاق السيطرة استخدام فحص BCR-ABL للبحث عن الطفرات الجينية في كروموسوم معين ويستخدم هذا الفحص عند المرضى الذين يظهرون صورة طبيعية للكروموسومات